بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنية إلى فخامة الرئيس الحسن وتارى رئيس جمهورية كوتدفوار الصديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفر الصحة والعافية ولجمهورية كوتدفوار وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار وبعث سموه للعهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنية إلى فخامة الرئيس الحسن وتارى رئيس جمهورية كوتدفوار الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية كما بعث سموه شيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنية إلى فخامة الرئيس الحسن وتارى رئيس جمهورية كوتدفوار الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده